سوف نذهب معكم أصدقائنا لعالم التكنولوجيا وحكوم معنا على الأستاذ عمار صرصر لكن أنا حب أسألك عمار هل أنت بتشرب المي مع فجان الأهوة ولا لا؟ خاصة أنه الديمشقيين يعني مؤتدين على هذه العادة والله يعنى نحن لا لازم المي تنشرب قبل الأهوة إذا شربت بعد الأهوة معناتها الأهوة مو طيبة هاي عادة جديدة طيب معناتها يعني إذا كان الإنسان عطشان دائما كمان لازم يشرب الأهوة لازم يشرب المي أول بعد الأهوة طيب فضل مي لكن أصدقائنا بعالم التكنولوجيا اليوم رح نحكي عن إنترنت الفضاء حيث لاحظ سكان عدد من الدول العربية في الأيام القليلة الماضية أجسام المضيئة غريبة تحلق في سماء عدد من الدول وببقع جغرافية مختلفة متباعدة ومتقاربة ما أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنذاك قبل أن يتم توضيح الأمر من وكالات الأنباء والمراسد الفلكية هذه الأجسام تبين أنها تعود لمشروع يسمى ستارلينك لإنتاج مع عرفة مؤخرا بإنترنت الفضاء سنتعرف على تفاصيل هذا المشروع مع ضيفنا عمار صرصر كما أخبرتكم مدير شبكة كبار صوفت في سعيد صباحك أهلا فيك يا عمار من جديد وخلينا نتحدث في البداية ما هو مشروع إنترنت الفضاء طبعا كما تعلمون دوما الآن الشركات تسعى إلى تأمين إنترنت سريع لذلك دخلنا بعالم الفايف جي وعديد الحلول التي تسعى إلى تطوير سرعات شبكات الإنترنت وأيضا التخفيف من الليتنسي أو التأخير في الاتصال ما بين الجهاز وشبكة الإنترنت لذلك أحد المشاريع المهمة الآن التي تعمل على تطويرها شركة سبيس إكس المعروفة التي تعود ملكيتها إلى إيلون ماسك رجل أعمال الشهير هو مشروع ستارلينك كما ذكرتم مشروع ستارلينك الفكرة منه هو تأمين إنترنت فضائي يغطي كل الكرة الأرضية طريقة العمل للمشروع كالتالي تقوم شركة سبيس إكس بإصعاد مجموعة من أقمار صناعية نشر مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية حول الكرة الأرضية يقولون بأن العدد سيصل إلى 40 ألف قمر صناعي هي نشرت هي بدأت في النشر الآن أصبح العدد تقريبا 400 أو 500 قمر صناعي ولا تزال تعمل كل فترة على إطلاق صاروخ إلى الفضاء يحمل على متنه 60 قمر صناعي كل فترة إطلاق إلى الخطة أن تغطي الكرة الأرضية بالكامل فكرة المشروع هو أن يؤمن إنترنت مباشر من منزل المستخدم إلى القمر الصناعي بدون المرور بمزودات خدمة الإنترنت يعني الطريق المعتاد عن طريق مزودات خدمة الإنترنت هذا الأمر حسب ما يدعون بأنه سيؤمن إنترنت سريعة مستقرة وأيضا التأخير أو اللي تنسي فيها قليل جدا وهذه فكرة مهمة جدا موضوع اللي تنسي لأنه فعليا استقرار شبكة الإنترنت وعدم وجود وقت طويل لوصول المعلومة من الجهاز إلى السيرفر هو أمر جدا مهم في عالم الإنترنت وكتكلفة هل رح يتغير موضوع استخدام الإنترنت بتكلفة مرتفعة مثلا ولا رح تبقى أعلى ذات التكلفة طبعا هو هذا التحدي الأكبر لمثل هذه المشاريع دوما هذه المشاريع تصطدم بحاجز التكلفة يعني الآن يدعون بشركة سبيس إكس بأن هذا المشروع سيكون مشروع اقتصادي وأنه سيكون يؤمن الإنترنت بأسعار جدا مناسبة للمستخدمين وأساسا هم يقولون بأنه موجه لسكان المناطق التي لا يوجد فيها إنترنت سريع وبالتالي هي مناطق يفترض أن تكون فقيرة ليست غنية لذلك يفترض أن هذا الإنترنت سيكون بتكلفة معقولة وبالتالي ينجح ولكن أعتقد أن هذا التحدي الأساسي في هذا الموضوع طبعا أمار من المستفيد الأكبر من هذا الموضوع؟ ما هو الفائدة المجروعة أيضا من هذا المشروع؟ طبعا المستفيد هو نحن كمستخدمون نحن كمستخدمون كلما كان هناك خيارات أكبر بالنسبة لنا كلما كان هناك تنافسية على تقديم الخدمة الأفضل كلما استفدنا ولكن يفترض أن هذا المشروع موجه كما ذكرت إلى سكان المناطق التي لا يوجد فيها إنترنت مثلا إفريقيا أو بعض الملدان العربية مثلا في الهند بعض المناطق التي لا تغطى بشكل جيد بإنترنت سريع أو إنترنت مناسب يفترض أنه موجه لهذه المناطق بشكل أساسي طيب يعني أيضا عمار من ناحية أخرى يعني بحسب ما ورد فعليا هذا المشروع سيقوم على سد عدد من الثغرات الموجودة في إنترنت أو في شبكات الهاتف المحمول فلو تخبرنا عن هذا الجانب تحديدا وكيف ممكن أنه إحنا نستفيد منه؟ نعم طبعا الأمر الجيد في هذا المشروع بأنه هو فعليا غير متعلق بتغطية شبكات الهاتف هو يتعلق بأقمار صناعية وبالتالي إذا كان الانتشار للأقمار الصناعية مناسب ويغطي أكبر رقعة من الكرة الأرضية كما هو مذكور أو من المناطق المأهولة التي نقول في الكرة الأرضية فهذا يفترض بأنه سيؤمن إنترنت مستقر بغض النظر عن شبكات الموبايل على الإطلاق وأيضا معلومة مهمة بأن هذا الأمر لا يتعلق بمزودات الاتصالات في البلدان وبالتالي سيكون الاتصال مباشر من المستخدم إلى القمر الصناعي يكفي أن يشتري لاقط معين تبيعه الشركة وجهاز راوتر مثل المعتاد يضعه في المنزل وسيكون عنده إنترنت فالموضوع مبشر حقيقة ولكن ننتظر لنرى مدى لنقل واقعية الشيء الذي يطرحونه هل على أرض الواقع سيكون بنفس الجودة التي يتكلمون عنها لنرى لحد هذه اللحظة بما أنه تم إطلاق أكثر من 400 قمر صناعي هل تم اختبار مثلا عملية الاستخدام صار فيه مثلا دراسات حول هذا الموضوع ولا ما زلنا في مرحلة الإطلاق وعملية الاستخدام لسه ما تم اختبارها سؤال مهم حقيقة خلال الفترة الماضية فتحت شركة سبيس إكس المجال لمن هو مهتم بتجربة هذا أو ليكون من يجرب هذا الانترنت لإدخال إيميل ومعلوماته عندهم في الموقع ووصلت إيميلات لبعض الأشخاص بأنه تم اختيارهم ليكونوا من أوائل من يجرب هذه الخدمة فإذا الآن لم يتم تجربة ولكن يعني يهيئون بعض المستخدمين في أماكن محددة من العالم هم مهتمون بتغطيتها بشكل أولي لتجرب هذه الخدمة طبعا من وقع الاختيار عليهم سيصلهم الكتي اللي هو عبارة عن الصحن اللاقت صحن اللاقت صغير بمناسبة حجمه بهذا الحجم تقريبا مع الراوتر وبالتالي سيكون من أوائل من يجرب الخدمة بشكل مجاني فننتظر ونرى يعني إحنا رح نصير نشتري ستلايت برضو للإنترنت يعني مع التلفزيون الله يعني لا أعلم هل ستسمح الدول بهذا يعني أعتقد أنه سيكون هناك تحفظات من الدول كيف طيب يعني برأيك على هنالتحفظات على هذا اللي عم تحكي أنت وأكيد في مخاف أمنية بخصوص هذا الموضوع لو تخبرنا عنها الآن أعتقد يعني أن الدول دوما يعني تود بأن تكون على الطلاع بماذا يتصفح مواطنها فهذا الموضوع فعليا يخرق هذا الأمر بشكل كامل لذلك يعني توقعاتي بأن هناك سيكون ممانعة من بعض الدول لمثل هذه المشاريع لأنه فعليا أولا شركات الاتصالات ستمنى بخسائر بسبب هذا الموضوع والأمر الثاني فعليا موضوع مراقبة الإنترنت لن يكون هناك قدرة للدول على مراقبة هذا النوع من الإنترنت لأنه لا يمر أبدا عن طريق مزودات خدمة الإنترنت والاتصالات المعتادة فربما نرى مثلا بأن هذا اللاقت يجب أن يكون مخبأ لا أعلم حقا إذن رح يكون فعليا ممكن فعلا الدول ما تسمح بهذا الموضوع لأن حاليا الإنترنت صار يعني فعليا مزودات الإنترنت كلياتها موجودة بأيدين الدول صحيح الدول تهتم جدا بأنه تبقى على الطلاع بجميع حركة الإنترنت لذلك الدول مثلا لا تحب خدمات الVBN لأنه تغطي فعليا استخدام المستخدمين لماذا يتصفح ماذا يزور فأعتقد أن الموضوع سيكون هناك شد وجذب ولكن بالنهاية من يقف خلف هذا المشروع هي جهة قوية جدا إيلون ماسك ويعني لنقل الولايات المتحدة الأمريكية فيعني الموضوع لحد هل الأقبار التي تم إطلاقها تغطي سماء أي دول فعليا أو أي قارات إلى هذه اللحظة إلى الآن غالبا على ما أظن أنه تغطي الولايات المتحدة وكندا ولكن ليست هذه هي البلدان الأساسية المتوجهة لهذا المشروع حسب ما قيل بأن هذا المشروع موجه للدول الفقيرة والدول التي لا تحوي على بنية اتصالات قوية أو حتى قد تكون معدومة فيعني ربما الآن لأنه التجربة أسهل في تلك البلدان بدأوا بتلك المنطقة ولكن 400 من أصل 40 ألف ورقم صغير جدا يعني نحن نتكلم عن 40 ألف قمر يعني يفترض أن تغطي مساحات هائلة أو جميع المساحات المأهولة في الكرة الأرضية يعني مشروع واعد ولكن كما قلنا دوما سيصطدم بحاجز التكلفة هل سيستطيعون تأمين هذا مثلا الخدمة بـ 15 دولار مثلا أو بـ 10 دولار أم ستكون بـ 50 دولار يعني هذا الموضوع مهم جدا الأمر الثاني موضوع ممانعة الدول أو تقبلها لمثل هذه الخدمات حقيقة يعني مثل أي مشروع جديد نحتاج أن نراقب ونحن كمستخدمون يعني دوما مستفيدون من هذه الموضوع بسبب أنه موجه للدول الفقيرة ولا يمر عبر مزودات أو خدمات الإنترنت اللي بتسيطر عليها الدول لكن في النهاية السيطرة من قبل الشركة هل فيه أنت ممكن تقرأ بعد سياسي من وراء هذا الموضوع كونه عادة الإنترنت صار مرتبط دائما بأبعاد سياسية شئنا ما أبينا صحيح هو عموما سيطرت يعني هناك دولة واحدة في العالم تسيطر على شبكة الإنترنت وهذا الأمر معروف هي الولايات المتحدة الأمريكية جميع الاتصالات والسيرفرات وكله بالنهاية صب في الولايات المتحدة فهذا الموضوع مفروغ منه الأمر الثاني هل نحن في خطر أمني مثلا نحن أساسا في خطر أمني وتكلمنا عن هذا الموضوع في عديد من اللقاءات السابقة جميع الأجهزة التي نحملها تتنصت علينا وتجمع معلوماتنا يعني جهاز يرسل موقعي بشكل دائم لعدد كبير من الشركات التي نحمل تطبيقاتها فلا أعتقد أن هناك مخاوف أمنية جديدة وإنما فعليا هناك جهات أخرى جديدة تعلم عني معلومات أخرى أو معلومات كثيرة فنحن بالنهاية استعمال التكنولوجي يفرض علينا استعمال التكنولوجي والاستفادة منها يفرض علينا أن نكون دوما أن تكون معلوماتنا عرضة للجمع لا أقول للاختراق وإنما للجمع الاختراق غير الجمع بالمناسبة كون معلوماتي موجودة عند هذه الشركات هذا لا يعني أن مثلا صوري مكشوفة للناس لا هذا موضوع اختراق أمني أما أن يكون هناك معلومات عن موقعي عن ميولي عن اهتماماتي فهذا كل الشركات تقوم بجمعه والاستفادة منه لتوجيه الإعلانات لتقديم مجموعة من الخدمات وهكذا فهذا موضوع موجود طيب نشوف كثير من الشركات باتلتوا سارع يعني أنه لحتى تخوض في مشروع ستارلينك كيف تقرأ هذا الاهتمام بهذا المشروع؟ طبعا الشركات دوما تسعى لتقاسم الكعكة كما يقال أي مشروع جديد من وراءه عائد كبير سيكون هناك عديد من الشركات المهتمة بأن تتنافس في هذا القطاع طبعا سمعنا بأن هناك شركات عديدة تنوي أن تقوم بمشروع شبيه ولكن أعتقد بأن الأفضلية لشركة إيلون ماسك لماذا سبيس إكس؟ لأنه فعليا سبيس إكس تمتلك أساسا الأقمار الصناعية تملك القدرة على أن ترسل الصواريخ أن ترسل أقمار صناعية إلى الفضاء بتكلفة منخفضة كون هي من تملك هذه الصواريخ فأعتقد أن الأولوية ستكون لهذه الشركة ولكن بالنهاية سيكون هناك من يود أن يستثمر ويكرر التجربة ويطرح خدمة بسعر أرخص يعني إذا نجحت التجربة طبعا أعتقد أن الجميع يراقب الآن هناك من يتكلف ويقوم بهذه التجربة إن نجحت ينخذ بهذا الموضوع جميعا طيب عمار من ناحية أخرى من قراءتك عادة ومتابعتك لمسألة التكنولوجيا والبرمجيات والإنترنت وما إلى ذلك هل ممكن تتنبأ بتغيرات معينة على مستوى الحياة الاجتماعية ثورة معينة اجتماعية يمكن أن تحدث هذه التغيرات هل في تنبؤات أو قراءة مبدئية بهذا الموضوع ألا لا نعم هناك ثورة وهذه الثورة قادمة بسبب سراعات الانترنت الجديدة وغير المسبوقة التي الآن توفرها إما هذه الخدمات أو شبكات الجيل الخامس 5G وجود انترنت سريعة جدا يعني وجود خدمات لم تكن موجودة مسبقا يعني أنا الآن أستطيع التخاطر معي جهاز في العالم تقريبا بنفس اللحظة بدون تأخير بدون ليتنسي بدون هذا الأمر مهم هذا الأمر يجعلني أستطيع الاعتماد على انترنت الأشياء يعني الآن صار من الممكن أن نربط كل جهاز حولنا بشبكة الانترنت وأن يقدم لنا معلومات بدون تأخير بوقت لحظة وبالتالي نستطيع التحكم بالعديد من الأشياء نستطيع إجراء عمليات جراحية عن بعد نستطيع التحكم بمثال على عمليات جراحية لو كان هناك أي تأخير ولو أجزاء من الثانية في الانترنت لن يكون هناك قدرة على أن يقوم جراح مثلا عن بعد بالاعتماد على هذه التقنية ليقوم بعملية لمريض في بلد آخر أما إذا هذا الموضوع أمنوا الانترنت فسيكون ممكن لذلك نحن مقبلون على خدمات لم تكن موجودة ولم نكن نتصور وجودها أساسا والسبب هي سراعات الانترنت الكبيرة التي نحن مقبلون عليها نعم يعني صراحة معلومات قيمة من شكرك لألك ولوجودك معنا اليوم لكن هذه المعلومات عمار سرسر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر